يا ترى ازاي كل واحد فينا يقدر يكون فرد 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 فعال في المجتمع ده سؤال حلقة النهاردة وزاي كل يوم السنين حضراتكم طبعا تبعتونا اجاباتكم على صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي هتزهر على الشاشة اكيد حضراتكم مستغربين مني ان انا بدأت بسؤال الحلقة انا فعلا اصدت اعمل كده لاني عاوزة ااخد كلامي من السؤال ويمكن تكون حلقتنا كلها مبنية على اجابات السؤال ده ومش بس كده بلدنا كلها محتاجة مننا اجابة على السؤال من غير كلام محاضرات ولا شعارات ولا لازم انه مصر يا جماعة محتاجة مننا كلنا اننا نشتغل عشان المرحلة اللي بنمر بيها ده مرحلة البناء وبلدنا تستحق مننا كلنا ان احنا نتعب ونشأ ونصف طرابها عشان تقوى وتتعافى ومصر مش هتتعافى الا بالايدي العاملة الايد اللي بتعمر وتبني وتزرع ولو حد ليه اي قراءة سلبية على مثلا ان الاسعر ولا عد اه كلهم عندكو حق عندكو كل الحق كلنا مدايقين ومتضررين وزعلنين لان فيه ناس غلابة كتير مش لقينا اللضا لكن كلنا لازم نكمل الطريق عشان نقدر خلال الكم سنة اللي جايين ان شاء الله ندوق ونتمتع بخير بلدنا كل واحد فينا من مكانه ايا كان بيشتغل مهندس صناعي او حتى عامل بسيط فكر ازاي تفيد البلد دي لانها محتاجة مجهود كبير جدا عشان تقف على حلها الايد العاملة هي اللي هترجع للمنتج المصري امتو ونوقف الاستيراد بقى خلاص وترجع مصر بلد رائدة زي زمان تصدر منتجاتها لكل مكان في العالم ونستفيد من العملة الصعبة بلدنا فيها مصانع وشركات كتير بتخرج منتجات مش موجودة في بلاد بر وارخص طبعا كتير من مستورة والمصانع دي اللي مثلا زي مصنع غزل المحلة وشركة قهة وغيرهم محتاجين خطة ترجع مكانتهم بتاعت زمان وده برضو مش هيتحقق غير بالايدي العاملة صحيح عندنا سلبيات لكن عندنا برضو ايادي تهد جبال تقدر تشيل مصر على كفوفها وتعدي بيها بر الامان اللهي هانت هانت بجد فاتت كتير ما بقى الا القليل ولا انتوا نسيتوا المرار اللي شفيتوا البلد جيشنا دايما بياخد الخطوة الاولى ولازم كلنا نكون وراه مصانع الحربية بدأت في انتاج دي بفريزر محلي وتلاجة وسعرهم ارخص كتير من منتجات تانية ده حيدي المنتج المصري قوة ويقفل الباب في وش الجشع والاستغلال عاوزين مصر يبقى فيها تسعين مليون ايدي عاملة وما تستهونوش ابدا باي شغلانة حتى لو كانت بسيطة كل واحد اللي يدور له عمله صح يعمله صح وبما يرضي الله هتفرق كتير ما صدقوني والله هتفرق كتير يعني فيه ناس تقولك ايه باي باشتغل شغلانة بسيطة يعني انا هعمل ايه لا هتعمل الشغلانة البسيطة دي ممكن توصلك لحاجة كبيرة الشغلانة البسيطة دي ممكن تكون الناس محتاجها فعلا يعني اللي بيصنع الزراير ولا اللي بيصنع الابر ولا كما دي حاجة صغيرة فعرفين احنا صغيرة يعني ما هياش زي تلاجة ولا دي فريزر ولا بتجاز لكن مفيدة ما نقدرش نستغلى عنها وفكركم تاني بسؤال حلقة النهاردة ازاي نقدر تكون رد رد ايه انا مالي اللي اخبطة النهاردة معلش اش اخر الاسبوع يا جماعة الدرج بتاع الكلام ويا ازاي تكون فرض فعال في المجتمع يا جماعة ما تنسوش بقى تبعطوا اجابتكم على صفحة البنامج على الفيسبوك اللي هتزهر تاني قدامكم على الشاشة